خطة سلام أمريكية تلوح في الأفق ترتكز على وقف شامل لإطلاق النار ووقف الغارات الجوية والطائرات المسيرة الحوثية وفتح مطار صنعاء وحل مشكلة الوقود والإيرادات خطة لاقت رفضا حوثيا حادا على لسان المتحدث باسم الجماعة والذي قال إن الخطة الأمريكية تمثل رؤية السعودية للحل متهما واشنطن باستغلال الجانب الإنساني لفرض الحل السياسي في اليمن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال إن بلاده تسعى لتنشيط الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب مشددا على التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتين جريفاث للوصول إلى توافقات بين الأطراف اليمنية تأكيد جاء في عقاب اتصال جرى بينه وبين مارتين جريفاث ليضع بذلك حدا لمخاوف الأمم المتحدة من أن تنفرد واشنطن بدور مستقل في الحل اليمني المرتقب بعيدا عن الإطار الأممي المستمر منذ ما قبل انقلاب الحوثيين الخطة الأمريكية الأخيرة تعيد للأذهان الدورة الأمريكية التي بدى موازيا للجهد الأممي خلال آخر أيام الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عبر ما عرف حينها بمبادرة كاري والتي كانت أكثر تفصيلا من مبادرة المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ وبين مبادرة كاري أواخر العام 2016 وخطة ليندر كينغ يخشى اليمنيون من أن تنسل قضيتهم من بين أيديهم وتصبح جزءا من صدقة أمريكية إيرانية كبرى وهو ما بدأت ملاميحه تلوح في الأفق صدقة ستخلف وراءها سلاما هشا تجني ثماره الميليشيات والدول الراعية لها شمالا وجنوبا ترجمة نانسي قنقر